السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم فيديو جديد على قناة كروشي كريمان. النهاردة هنشتغل كفية ريكو. هستخدم لها خيط اسمه انكرة. فتلة خينة كده بس لطيفة قوي. وفيها زي لون اسود بسيط قوي. مديلها شكل حلو قوي. يمكن مش بين في التصوير قوي. وهستخدم معاها سنارة سبعة ملي. هي هو مكتوب على الخيط انه ممكن استخدم قبرة من تلاتة لاربعة. ولكن انا استخدمت سبعة لانه كفية عايزها تبقى طرية. طلع حلو جدا. ممكن كمان استخدم تمانية كمان وتسعة. هيبقى لطيف قوي. هجيب قلب الشلة. الكفية دي طبعا بسيطة جدا 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 لو لسه مبتدئين نقدر نشتغلها. آآ يكفي بس ان هنكون عارفين الغرزة العيدل وغرزة المقلوب مش اكتر من كده. الكفية دي هبدأ اشتغالها على آآ سبعتاشر غرزة. طبعا تقدروا تزودوا زي ما انتم عايزين ولكن انا جايبة متين جرام بس من الخيط. يعني شلتين. لو انتم عايزين كفية طويلة وعريضة. يبقى هنستخدم تلات شلات او اربعة لحسب انتم عايزين هقدي ايه? هعمل لفات كده ست طرف بسيط اوي من الخيط وهعمل لفات بعدد الغرز هعمل سبعتاشر لفة على السنورة وبعد كده اعلم الخيط عند السبعتاشر لفة. همسك الخيط بالشكل ده ونزل الغرز. احط الخيط ده بقى على الشمال. وبقرة الخيط على يمين. بعد كده هبدأ اغد لفة على ايدي اليمين. ادخل في السنورة وحط الخيط اللي على الشمال عليها وبعد كده ارجع باللف مرة تانية. كده انا بعمل الغرز بتاعة البداية. هكرر نفس الخطوة اول مرة عاميت معي غرزتين بعد كده هتعمل غرزة واحدة بس كل مرة. كده ثلاثة. اربعة. خمسة. هكمل سبعتاشر غرزة. كده انا اشتغلت السبعتاشر غرزة. هبدأ اشتغل بقى عليهم بالسنورة التانية. الغرزة اللي انا هشتغلها بسيطة جدا جدا لو لست مبتدئين تقدروا تشتغلوها. لانه ما فياش اي شغل غير مقلوب وعدل. وترتيب سطور مش اكتر. الغرزة العيدل الخيط اللي وراء. بدخل في الغرزة من ناحية الشغل. وبحط عليها الخيط واطلع اللفة الجديدة. هكررها مرة تانية اهو. دخلت في الغرزة من ناحية الشغل. وحطيت عليها الخيط من وراء. واسحب الخيط. وبعد كده انا هنزل الغرزة من على السنورة التانية. اه دي غرزة عيدل انا هشتغل السطر كله عيدل. مش بس السطر ده هشتغل غرزة عيدل بس. اه الاختلاف الوحيد ان انا هشتغل اول غرزة هنقلها مقلوب. ليه بنقلها مقلوب اول غرزة? لاني لازم انا الغرزة عكس ما اشتغلتها اخر اخر السطر. يعني انا دلوقتي اخر غرزة هشتغلها في السطر ده هي اول غرزة هبدأ فيها السطر الجاي. فلازم لما ببدأ بها السطر الجاي أبدأ بها عكس ما اشتغلتها. يعني أنا بدلوقتي بشتغل عيدل. آخر غرزة هشتغلها عيدل. فلما اجي اشتغلها المرة السطر الجاي اشتغلها مقلوب. العكس. طب انا ما بشتغلش اول غرزة هنقلها كأنني هشتغلها مقلوب. طب انا بشتغل ازاي مقلوب? الخيط بيكون ناحيتي. يعني قدام الشغل. بدخل في السنورة من برا. وبعد كده بحط عليه الخيط واشتغل الغرزة عادي طب انا مش هشتغل انا سحبت الغرزة على طول بعد كده بنقل الخيط الورى من وسط السندرتين وبشتغل عاديل برضو زي ما اشتغلت السطر اللي فات ده السطر التاني وهكرر كمان اربع سطور زيه عشان اخلص الجزء اللي هو كله عاديل انا اخلص السطر ده كله للاخر وارجع اواريكوا بداية السطر مرة تانية خلصت السطر بالشكل ده كده هبدأ السطر التالت برضو هنقل الغرزة كاني هشتغلها مقلوب باخدها من برا وانقلها على سنور بعد كده بنقل الخيط من جوه السنرتين من بين السنرتين واشتغل عدل ده السطر التالت لسه بقية عندي تلات سطور هشتغلهم بغرزة عدل وانقل اول غرزة مقلوب كده انا اشتغلت خمس سطور واحد ده السطر الاول وده الثالث وده الخامس فضل لي سطر هشتغله برضو عدل هنقل الغرزة الاولى مقلوب هنقل الخيط من بين السنرتين واشتغل السطر كله عدل هكمل السطر عدل انا كده وصلت لنهاية السطر انا كده خلصت سطور العدل السطر الجاية اشتغلت سطر مقلوب وسطر عدل ده دهر الشغل ليه من سطر الجاية اشتغل السطر مقلوب وسطر عدل عشان انا عايز المقلوب كله يبقى في جنب واحد والعدل كله يبقى في جنب واحد انا اشتغلت السطر اللي فات كان عدل فالسطر ده هشتغله مقلوب نقلت مقلوب وهشتغل مقلوب هشتغل برضو ست سطور سطر عدل وسطر مقلوب بدأت بمقلوب دي طريقة شغل الغرزة المقلوب بدخل في الغرزة مبارة وحط عليها الخيط واسحب الخيط وبعد كده انزل الغرزة القديمة هكمل السطر مقلوب بسوق العدل بقى كله في جنب واحد والمقلوب بقى في جنب واحد هكمل بقية الغرز مقلوب كده نخلص السطر مقلوب هلف الشغل لاني اشتغلت السطر الفات مقلوب في اخر غرزة كانت مقلوب فهنا الاول غرزة في السطر ده وتعدل يعني الست سطور اللي انا بشتغل سطر عدل وسطر مقلوب بنقل اول غرزة زي ما هشتغل السطر السطر ده هشتغله عدل فهنقلها عدل هكمل عدل وده السطر التاني يبقى انا بشتغل ست سطور كله عدل وسط سطور سطر مقلوب وسطر عدل ده السطر التاني ولكن لما عدينا لقناهم تلاتة عشان اخر سطر كنت اشتغلته من الست سطور الاولانيين كان عدل فزاد عليهم سطر فانا عشان اوصل لست سطور همعد الغرز كده هلاقيهم سبعة مش ستة طبعا هنشتغلهم وارجع واريكو هنعدهم ازاي اتنين على السطر اللي انا ما اشتغلتهم مش قد دول تلاتة هكمل كده اربع سطور كمان بصوا انا كده خلصت الاربع سطور بصوا لما نعد الاحثة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة انا كده اشتغلت ست سطور دلوقتي انا على ظهر الشغل هشتغل سطر عدل انا نقلت الغرزة مقلوب لاني اشتغلت السطر اللي فات كان عدل وهشتغل السطر دوت عدل برضو دلوقتي انا بدأت الست سطور التانين العدل اللي زي ست سطور اللي اشتغلناهم في اول الشغل او في اول كفية ده اول سطر في العدل نقلت اول غرزة مقلوب لاني كنت بشتغل عدل وهشتغل عدل برضو الموضوع دوت بيفرق بس في طرف الكفية لو الموضوع مش مدايقنا عادي جدا ممكن نشتغلها او ننقلها زي ما بنشتغل السطر ولكن ترفق فيها بيفرق جدا ههريكوا دلوقتي بيفرق ازاي انا هشتغل خمس سطور كمان اللي هو تكرار الواحدة الاولى بصوا انا كده قررت الواحدة اللي هي ست سطور عدل وست سطور سطر عدل وسطر مقلوب او مقلوب وبعدين عدل مقلوب وبعدين عدل دلوقتي الشلة خلصت عندي فهبدأ الشلة الجديدة عايزة بريكوا هوصلها ازاي انا بقسم طرف الخيط الجديد وطرف الخيط القديم دي الشلة الجديدة قسمتها بالشكل ده ودي الشلة اللي خلصت عندي هقسمها برضو هجيب طرف من القديم وطرف من الجديد وهعمل زي هجد الخيط تاني جديد بحيث تبقى فتلة او جزء متصل من الشلتين من الشلة القديمة والشلة الجديدة وهتبقى بنفس سمك الخيط اللي انا شغلها بيكله كفية هابدأ اشتغل اخر سطر كان عدل اهو هشتغل سطر مقلوب وسطر عدل يبقى انا خلصت الستة اللي هم كانوا ستة عدل ودلوقتي هبدأ الستة اللي هم واحد مقلوب واحد عدل بشتغل مقلوب دلوقتي هشتغل بالجزء اللي انا وصلته بين الشلتين الخيط اللي انا خدت منه طرف قديم وطرف جديد هشتغل بالجزء دوات خمس ستة غرز وبعد كده اكمل بالخيط الجديد عادي ويفضل عندي اربع فتل كده هشطبهم في الاخر بدون اي ربطة وعمره مايفك خالص وفي نفس الوقت الفينيش بتاعه هيبقى كأنه مفيش وصلة في الخيط انا كده اشتغلت خمس ستة غرز هشتغل بقى بالخيط الجديد وهكمل الكوفية عادي زي ما انا بشتغلها ستة سطور عدل ستة سطور عدل وستة سطور سطر مقلوب وسطر عدل الاربع فتل دولت هشطبهم في الاخر قبل ما خلص الشلت تانية عايز اعمل الشرشيب هعمل اربع شرشيب من الشرشوبة دي هحتاج مقص وابرة تشطيب زي دي هجيب اربع فتل زي دولت طبعا بقصهم كلهم نفس الطول عشان الشرشيب كلها تطلع نفس الطول قطعة الخيط دي تقريبا خمسين سنتي انا تانيها على اتنين بص هيسهلكوا كده يعني كده تقريبا الشبر عشرين سنتي وفيه بعديه حوالي خمسة سنتي يعني خمسة وعشرين طبعا في اتنين يعني خمسين سنتي بقص كده على الشرشوبة وبعمل رابطة بقصها يعني ان الربطتين يكونوا قد بعد بالزبط هعمل عقدة كده قبل ما جمد على العقدة هقيص برضو عشان يبقوا الربطتين في نفس المكان بالزبط طبعا وانا بعمل الخطوة دي بعمل الاربع مع بعض بس انا عملت تلات شرشيب وعايز اوريكو طريقة الشرشوبة بس فاسبت اخر واحدة اعملها معاكم بعد كده بجيب الخيط طبعا انا بشتغل اصلا من القلب الشلة فاجبت الطرف التاني اللي هو من ناحية برة هشتغل منه الشرشوبة باخد لفات كده على ايدي انا مش عايز شرشوبة طويلة لو عايزها طويلة بشتغلها على مثلا سكيتش او اي حاجة بعمل عشر لفات بالشكل ده بقص من نفس الطرف اللي انا انتهيت عنده وبعد كده هقص الطرف اللي تحت اللي انا كنت حتى عنده بداية الخيط وقصيت عنده نهاية الخيط برضو هدخل مقص بالشكل ده واشد واقص وانا طبعا معلمة النص دلوقتي هياخد الربطة اللي انا اشتغلتها زيت او اللي انا عملتها هحط عندها نص الخيط بالزبط وهربط عليها ربطتين بس هربط ربطة جمدة شوية يعني حاول اجمد على قد ماقدر هعمل لربطتين وعقدتين مش عقدة واحدة بس بجمد عشان الخيط مايفلتش وينزل من على او من الشرشوبة مع الغسيل يعني هربط الربطة التانية بالشكل ده ودلوقتي هنزل الشرشوب كده على الربطة هفرد الشرشوب ديت بقاي مشت زي ديت بالزبط طبعا الخيط ده اصلا مفتل كده فهيبقى بسيط قوي مش هيدينة في الفرد انا عملتها اهو بمشت وايسا اتفردت عندي بقى ده شكلها دلوقتي هجيب فتلة تانية من الخيط تقريبا خمسة وعشرين سنتين بالشكل ده كده هحاول اهندم الخيط كده وداري على الربطة وبعد كده هعمل العقدة اللي انتو شايفينه او اللفة دي احط الخيط طرف الخيط ناحية تحت وبعد كده احطه كده على الشرشوبة عند المكان اللي انا عايز اربط فيه ما خليش الطرف اللي تحتك طويل قوي عشان الفتلة متبقاش قصيرة من نيضة وبعد كده هياخد عدد لفات طبعا بشد وانا مسبتها واللفة او الفاتحة اللي فوق ديت بتفضل موجودة وبين احاول اللفات كلها تبقى جانبه بعد كده بحيث تديني شكل حلو بعد كده هعدي طرف الخيط من الحلقة اللي فوق دي لو اللفة هوت ما تتقلقوش لسه هنشد الخيط هتشد معينا طلعتها بالشكل ده هشد بقى الطرف اللي تحت مع الطرف اللي فوق بس انا شديت الطرف اللي تحت الاول عشان انزل باللفة داحت هجمد بقى ان انا شدهم لاتنين مع بعض وبعد كده هلضم الفاتلة اللي فوق ديت في قبرة التشتيب دلوقتي هبدأ ادخل الابرة بالشكل ده كده وانزلها لتحت عشان تنزل مع بقية الشرشيب تحت كده خلاص يا نزل التحت دلوقتي هرجع اسرح تاني الشرشوبة عشان الفتلتين دولت يتفردوا مع بقية الخيط بالشكل ده كده هجيب بقى الشرشوبة من الشرشيب اواسيبهم لاربعة واقصهم مع بعض انا طبعا قصت تلاتة وفاضلي واحدة بس فهقصها لازم اقيس على شرشوبة تانية عشان يطلعوا آآ كلهم طول واحد وهقص الزيادات بالشكل ده محتاجة اربع شرشيب من دي انا ركبت اتنين تندول اتنين وركبت اتنين تانيين على بداية الكوفية عشان اواريكم شكلهم بالشكل ده كده انا اشتغلت اربع سطور من اللي هو الست سطور اللي بيبقوا اربعة ده عدل عشتغل بسطر التقفيل كمان طبعا انا لازم انتهي بقنار زي القنار اللي انا بقلقت به اللي هو الست سطور العدل بس ده طول الكوفية كله تقريبا طولها معدي المتر ونص متر وسبعين سنتي تقريبا دلوقتي هقفل انا عايزة اقفل على المقلوب عشان يبقى عندي سطر مقلوب كمان يديني خط من الخطوط ديت يبقى ثلاث خطوط زي نقطة البداية نزلت اول غرزة بشكل دوت طبعا انا كنت اشتغلت غرزة كمان سطر كمان فالخيط ما كفهاش ان انا اقفل فرجعت فكيت سطر كمان انا بشتغل غرزة وبشتغل غرزة كمان وبعد كده بقلب الغرزة اللي ورا على الغرزة اللي قدام انزلها من على الابرة ده التقفيل يعني هو حاجة بسيطة قوي لكده اشتغلت غرزتين بجيب الغرزة اللي ورا انزلها من على الابرة من غير ما وقع الغرزة اللي قدام خلص اشد الخيط طبعا بيخليني احافظ على الغرزة على السنورة متقعش التقفيل على عيد الاسهل ولكن انا عايزها المقلوب عشان يعمل لي خط كمان فهقفله على المقلوب دي طريقة التقفيل انا هكمل السطر كله انا خلصت كده اخر حلقة عديت منها طرف الخيط عشان اقفلها ودلوقتي عايزة اقفل طرف الخيط طبعا الطرف يعني الخيط على الطرف خالص مفيش زيادة فانا هدخل الابرة الاول في الماكينة اللي انا عايزة ماشي في الخيط وبعد كده هلضم الخيط في الابرة بصوا بالف كده مع السلسلة بعد كده هدخل طرف الخيط في الابرة انا كنت ممكن افكوا واحدة ولكن انا عايزة طول اطول طول ممكن يعني وبس كده خلاص هاقص بقى الطرف الزيادة بالماس كمان عندي الفتا اللي كانت في نص الكفية عايزة شطبها بس هركب معيكوا الاول الشرشبتين دولت على الطرف هجي في مكان واسع يعني مش لازم نضيق قوي او لو عايزين نتركبها في مكان قريب قوي عالطرف قوي ممكن نستخدم ابرة كروشي المكان ده لكن ممكن نلضم برضو الابرة بس هتبقى صعبة شوية فممكن نستخدم ابرة كروشي او نحطها في مكان اوسع شوية لو ما عندناش ابرة كروشي ممكن نحط ابرة تريكو في الشكل ده ونحاول نسحبها بابرة تريكو برضو بس المكان ده اصلا دايق شوية لان غرزة تقفيل بتبقى مشدودة شوية فهدخل في الغرزة اللي بعدها اللي هي اوسع وهي احاول اصحب بالشكل ده كده الخيط وبعد كده هعدي الشرشوبة من قلب الحلقة هركب الشرشوبة التانية بنفس الشكل عايزة اشطب الفتا اللي في نص الكوفية بتاعت وصلت الشلتين هلضم فتلة فتلة وهبدأ امشيها في وسط الشغل وطبعا لو الفتلة قصيرة زي ما قلتلكو هنمشي الابرة في المكان اللي احنا عايزين الخيط يمشي فيه وبعد كده بصوا انا بامشي مع الغرز يعني شوف الخيط رايح فين وامشي معي بحيس ان الخيط الطرف بتاع التشتيب دوت ما يكونش ماشي في مكان مش 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 طبيعي للمشيان الخيط فيبقى باين لا انا بنسجه كده في وسط الشغل هقص الزيادة وهعمل برضو الثلاث فتلات الفضلين بنفس الشكل بالزمد بصوا مش باينة خالص انها في فتلة متشطبة انا خلصت الكوفية بالشكل ده كده الكوفية طولها مية وسبعين سنتي وعرضها خمستاشر سنتي انا بقى انا اخر خطوة هعملها طبعا مش هعملها معايكو بس هتشوفوها لما صور الكوفية في الاخر انا هشد بالشكل ده على ظهر الكوفية وهحط قماشا قطن وهكوي بمكوى بخار مش على الوش عشان الغرز اللي هي برزة دي ما تهبطش جوه الكوفية هتتلبس على وشين وكمان لو مركبنا لش رشيب دي ممكن تشتغل حريمي ورجالي كمان ممكن نعمل نفس الغرز ديت على خط غامق اسود او بني او رصاصي وتمشي كفية رجالي حلوة جدا يارب تكون سهلة عليكم وتكون عجباتكم لو عجباتكم تنسوش تعملوا لايك ولو اهمرة تشوفوني بتنسوش تشتركوا في القناة وتشغلوا الجرس عشان يوصلوكو اشعار بكل فيديو جديد سلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد